موقع المهرية تقريرا حول أمن الملاحة الدولية عقب سيطرة جماعة الحوثي على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر واعتراف دولة الاحتلال الإسرائيلي بتمكن الحوثيين من السيطرة على سفينة مستأجرة تملكها شركة إسرائيلية وحسب الموقع فإن تصعيد جماعة الحوثي في البحر الأحمر يشكل خطرا كبيرا على الملاحة البحرية مع توعودها باستمرار العمليات في البحر الأحمر حتى يتوقف العدوان على غزة مضيفا أن الحوثي يمتلك القدرة على الوصول إلى مصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر مما يؤدي لتضرر حركة الملاحات البحرية في أحد أهم الممرة المائية في العالم وهو باب المندب ويلفت المهرية النات إلى أن استيلاء الجامعة الحوثي على السفينة قد يهدد توازن الإمدادات في البحر الأحمر الذي يمثل طريقا مهما لتصدير الغاز إلى أوروبا حيث قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بعد أن جدد استيلاء الحوثيين على السفينة المخاوفة من أن الحرب بين إسرائيل وحماس قد تؤثر على الممرة المائية الأساسية لشحن الوقود ترجمة نانسي قنقر